السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحبا يبنى طلاب وطالبات الشهادة الاعدادية الناس اللي امتبع تنسيق الثانوي العام والثانوي الفني على القناة بيجيبلكو كل ما هو جديد ورسمي وحصري ومعتمد حاجات مهمة جدا اخبار مهمة جدا مدارس وتخصصات بعد تلت عدادي مهمة جدا في الفيديو ده شباب معانا تلت محافظات للضعف والتمنتاشر محافظة اللي فاتت اللي اعلنوا تنسيق الثانوي العام والثانوي الفني انه هذا شباب معدنا مع المحافظة التسعتاشر والعشرين وواحد وعشرين تلت تنسيقات الحقيقة غير بعض خالص محافظة تعتمد التنسيق بتاعها زي السنة اللي فاتت محافظة تانية فيها كرسى فيها ارتفاع في التنسيق بيوصل لخمسة وعشرين درجة ومحافظة تانية العكس واخداء الموجة العكسية وينخفض التنسيق عن العام الماضي بست درجات طب يا مست الله سمحت وقلنا ايه التفاصيل هقول لحضرتك ان شاء الله كل حاجة وكمان بقيت المحافظات اللي لسه مظهرتش لسه معانا ست محافظات ان شاء الله يا شباب هنقولكم على كل التفاصيل فتابعوني واذا كانت دي اول مرة حضرتك تشاهد فيها القناة شرفني ونورني بالاشتراك ونستشفعي للجرس عشان ان شاء الله يجي لك كل جديد وتشاهد الفيديو عشان غيرك يستفيد واسفل الفيديو هتلاقي جروب الفيس وقناة التليجرام اليوم حاجات ان شاء الله تستفيدوا منها تعالوا نخش يا شباب على التفاصيل نعرف المحافظات بتاعتنا ايه اول محافظة معانا يا شباب محافظة بني سويف من المحافظات الجميلة جدا اللي هي الحقيقة احتفظت بتنسيق السنة اللي فاتت اعتمد الدكتور محمد هانيو غنيم محافظة بني سويف تنسيق القبول بالصف الاول الثانى واربعة وعشرين خمسة وعشرين بحد ادنى ميتين تلاتة وتلاتين درجة وكانت بني سويف السنة اللي فاتت يا شباب ميتين تلاتة وتلاتين درجة ده كان تنسيق الثانوي العام والحقيقة دي حاجة جميلة جدا وحاجة متوقعة لان نسبة النجاح كانت قريبة جدا من السنة اللي فاتت السنة اللي فاتت نسبة النجاح كانت سبعة وسبعين وعشر من مية في المية السنة دي ستة وسبعين وتمانية وعشر من مية في المية يعني قلت حاجة بسيطة لذلك درجة الثانوي العام السنة دي متين تلاتة وتلاتين زي السنة اللي فاتت طب يا مستر مفيش مرحلة تانية وبشركم ان شاء الله يا شباب حبيبنا طلاب بني سوف طلاب الاعدادية بانين وبنات ان شاء الله يكون فيه مرحلة تانية لان السنة اللي فاتت كان عندنا مرحلة تانية 230 درجة قلت وصلت لمتين وتلاتين درجة ده كان مرحلة تانية في السنة ده ان شاء الله استبشروا خير ده المرحلة الاولى وان شاء الله يكون فيه مرحلة تانية بأمر الله وثالثة كمان وكل حبيبنا يخشوا الثانوي العام تنساش بقى تخبطنا بقى اللايك والشير كده وكمان تدينا تعاليه حلو يا شباب وتحدد الحد لأدنى للقبول بمدارس الخدمات 180 درجة برضو لحاجة كويسة جدا وانا شباب ما فيش فرق ما بين الثانوي العام المنتزم والخدمات الا ان الخدمات بياخد من مجموع اقل وبيدفع مصروفات اعلى حوالي 2000 جنيه وشوية تمام كيرا يا شباب لكن بيداخد تابلت تنسيقات الكليات هي هي مفيش اي مشكلة نهائية كالخدمات يعني تبقى المدرسة بتاعتها مسائية او في فترة تانية غير المنتزم وذلك بناء على المذكرة التي تتقدم بها هاني عنطر وكيل وزارة التربية والتعليم بشأن تحديد درجات القبول بمرحلة الثانوية العامة طب تعالوا نبص على التعليم الفني بقى الصناعي التجاري الفندوقي الزراعي لحبا يبنى في بني سويف طبعا انا هستعرض لحضرتك الدرجات يعني مثلا عندنا مدارس مركز بني سويف الدرجات على فكرة جميلة يا شباب عندنا من 180-190 عندنا بس يمكن مدرسة بني سويف الكهربائية 222 هي بني سويف الفنية بنات 222 لكن الباقي متفاوت عندنا من 170-180 والخدمات برضو على فكرة درجات جميلة اوي مية خمسة وخمسين مية خمسة وسبعين مية خمسة واربعين يعني درجات بالنسبة لمراكز بني سويف كويسة جدا 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 حضرتك ممكن بقى توقف الفيديو تمام كده وبص على المدارس اللي قريبة من حضرتك والدرجات بتاعتها انا اعتقد ان هي درجات جميلة جدا بص هنا مسهلا مدارس مركز الوسطى برضو نفس الحكاية يا شباب الدرجات برضو مش عالية 207-212 وفيهم كمان خدمات تمام كده يا شباب وفي مية اربعة وتسعين نيجي بعد كده لمركز اهناسيا برضو نفس الحكاية يمكن 207 دقيقة على حاجة تمام كده يا شباب والبقى مية خمسة وتسعين ومية خمسة وسبعين برضو فيهم خدمات نيجي بقى لمركز بيبة نفس الفكرة يا شباب درجاتهم برضو مش عالية درجاتهم قليلة زي ما هي بين قدام حضرتك اعتقد يعني في المتناول وفرص جميلة جدا برضو مركز سماسطة نفس الفكرة مركز الفاشن نفس الحكاية يمكن اعلى حاجة في مركز الفاشن مددس الفاشن الفنية يا بنات من 200 درجة والخدمات فيها من مية خمسة واربعين برضو حاجة جميلة وحاجة في المتناول طب بالنسبة يا مستل لي التعليم الزراعي بالنسبة للتعليم الزراعي يا شباب درجاتهم منخفضة كتير يعني انت عندك مثلا في مركز بانيسويف بياخد من مية خمسة وخمسين مركز ناصر مية تمانية وخمسين وخلي بالك ان الخدمات من مية واربعين طب مستل مركز الوسطة الوسطة برضو يا شباب اهو مية اربعة وخمسين والخدمات مية واربعين يعني حاجات كلها درجاتها جميلة لو انت ناوي تخش مثلا ثانوي فني زراعي تمام كده ومركز بيبقى نفس الحكاية برضو درجاته جميلة والفشن وصمسطة وعندنا بقى التعليم التجاري والفندقي برضو بالنسبة لمراكز بني السويف يعني برضو درجاتها جميلة مية خمسة وخمسين في متن وعشرة تمام كده في عندنا مية سوعة واربعين في عندنا متن وعشرة للبانين وخلي بالك ان في المدارس المشتركة بيختلف التنسيق للبانين والبانات يعني مدرسة اهناسيا الخضراء التجارية المشتركة بانين متن وعشرة البانات مية ستة واربعين تمام كده وفيها خدمات البنين برضو ازياد من البنات مية سابعين والبنات مية واربعين تمام كده يا شباب سيادتك بقى زي ما قلنا كده توقف الفيديو وتشوف المدارس اللي في المركز بتاع حضرتك بتاخد من كام وتبتدي تزبط حالك وتابع القناة الشباب اللي نحن بنتكلم على المدارس التجارية وبنتكلم على الاقسام بتاعتها وتعريف بيها وحياة كده جميلة ان شاء الله تنبسطوا منها عند مدارس برضو ممتين وعشرة وممتين ومركز اهناسي نفس الحكاية وصماسطة برضو يعني كلها حاجات في المتناول يا شباب تمام كده يعني سيادتك ان شاء الله بامر الله هتخش كده يعني ايه مدرسة كده جميلة اما حاجة ان انت تكتهد بالنسبة يا شباب بقى ليه المدارس اللي هي الفندقية عندنا المدارسة الفندقية تلت سنوات آآ بنين مية وتمانين وبنات مية وسبعين تمام وعندك برضو الفندقية تعليم مزدوج مية وسبعين او مية خمسة وسبعين درجة يعني الحقيقة فرصة جميلة جدا في بني سويف ان حبيبنا وطلاب وطالبات الشيء ده الاعدادية يقدروا يقدمه بس اما حاجة تبقى سيادتك عارف المدرسة اللي انت دخلها اقسمها ايه عشان ما تبشر انت يعني دماغك في قسم معين وتيجي بعد كده يتلاقي المدرسة دي ما فيهاش هذا القسم واخد بالك آآ فانت خلي بالك من هزي الايه من هزيه النقطة تمام يا مستر خش على المحافظة التانية ووسع لحبيبنا في سوهاج محافظة سوهاج يا شباب اعلنت محافظة سوهاج اعتمد طارق الفقه تنسيق السنوية العامة الفين اربعة وعشرين محافظة سوهاج وكم يا مستر ميتين خمسة واربعين درجة يا نهار ابيض سوهاج ميتين خمسة واربعين درجة ايو يا عمي زي ما سمعت كده ميتين خمسة واربعين هو السنة اللي فاتت كانت كام يا مستر كانت يا بشا متين واحد وخمسين يعني قلت عن السنة اللي فاتت ودي انفجأة جميلة قلت عن السنة اللي فاتت ست درجات تمام على الرغم اني نسبة النجاح يا شباب اعلى من السنة اللي فاتت نسبة النجاح في سوهاج السنة دي خمسة وتمانين وشوية خمسة وتمانين في المية وشوية السنة اللي فاتت كانت تسعة وسبعين في المية يعني زادت نسبة النجاح اكتر من 6% تمام كده ومع ذلك قبول السنة والعام قل عن السنة اللي فاتت بكم درجة بست درجات ودي يعني المفاجأة الصارة لحبيبنا ولاد وبنات الاعدادية في محافظة سهاج تحياتي لمحافظة سهاج ودي فرصة كويسة ان التنسيق يقل عن السنة اللي فاتت بست درجات دي حاجة كويسة جدا وعظيمة جدا يا شباب طب يا مستر حضرتك بالنسبة للمدارس الفنية يا شباب مدارس الفنية ان شاء الله تنزل ونقولها لحضراتكم بامر ربنا سبحانه وتعالى طب نخش على المحافظة التالتة معانا النهاردة محافظة جنوب سينة صدق اللواء اركان حرب الدكتور خاي اللي تفودى محافظة جنوب سينة على تنسيق القبول للصف الاولى الثانوي العام والثانوي الفني 24 25 بمحافظة جنوب سينة تمام كده يا شباب طب من كان بقى 240 درجة وخلي بالك ان ده ادارات يا شباب وهنا بقى المفاجآت الكبرى اللي ممكن تبقى غير صرة لبعض الناس 240 درجة ادارة الطور شرم الشيخ دهب نوبع كاترين ابورديس راسدر وادارة ابو زنيمة 245 يا نهارا بيضا مستر يعني ايه المشكلة اقول لك انا بقى ان شاء الله مفيش مشكلة ولكن التنسيق زاد زيادة كبيرة جدا عن السنة اللي فاتت لو خدت بالك السنة اللي فاتت كانت ادارة الطور كانت من 215 درجة السنة دي 240 درجة يعني السنة اللي فاتت يا شباب دي كانت 215 ادارة الطور متين وكم متين وخمستاشر يا نهارا بيض يعني زادت قد ايه زادت من 215 لمتين واربعين زادت 25 درجة تخيل وعندك مثلا ادارة زي ادارة دهب كانت السنة اللي فاتت 220 درجة تمام كده طب السنة دي كان يا باشا 240 زادت 20 درجة وعندك كمان ادارة ابو زنيمة السنة دي كان 245 في حين كانت السنة اللي فاتت كانت 220 درجة يا نهار ابيض زادت قد ايه برضو يا مستر زادت 25 درجة شفت بقى الزيادات كبيرة ازاي اللي زاد 20 واللي زاد 25 ايه الحقيقة نوبع برضو السنة اللي فاتت كانت من 200 درجة تمام كده ادارة ايه ادارة نوبع السنة اللي فاتت 200 درجة السنة دي 240 زادت ايه زادت 40 درجة يا شباب يعني انت حاجة صعبة قوي زيادة 40 درجة في منطقة من المناطق طبعا يا شباب دي على حسب نسبة النجاح وعدد النجاحين وعدد المقبولين في المدارس يعني كل مدرسة محتاجة قد ايه الموضوع برضو مش سهل الزيادت دي مش بالمزاج ان شاء الله بامر الله يا شباب نتمنى كده محافظة جنوب سينة تنزل مرحلة تانية ومرحلة تالتة بامر الله يمكن يا شباب دي اعلى تنسيق من التنسيقات اللي فاتت كلها حاجة صراحة عالية جدا 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 زيادات كتيرة اوى 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 يا شباب فان شاء الله نتمنى كده تنزل مرحلة تانية وتالتة طب التعليم الصناعي بالنسبة لتورسينة من 205 و195 ادارات راسدر ودهب ونوابة اعتقد دي بقى درجات معقولة ودرجات جميلة وعندنه 176 درجة لإدارة ابورديس و140 درجة لإدارة ابو زنيمة نيجي بعد كده يا شباب بالنسبة للصف الاول الثانوي التجاري 180 درجة لإدارة تورسينة و175 درجة لإدارة راسدر و140 درجة لإدارات ابورديس وكاترين وشرم الشيخ ونوابة اما عن التعليم والفندوق يا شباب عندنا الصف الاول لفندوق 170 درجة ده بالنسبة لتورسينة و140 درجة لإدارة دهب هو جميل درجات حلوة بقى نيجي بعد كده للزراع 140 درجة جميع الإدارات تمام كده طب بالنسبة يا مستر نظام الخدمات نظام الخدمات يا شباب من 200 درجة بمدرسة الشهيد محمود ناجي الثانوية العسكرية بتورسينة و190 درجة بمدرستي جيل اكتوبر الثانوية المشتركة بشرم الشيخ ومدرسة علي بن ابي طالب الثانوية المشتركة بدهب تمام يا شباب واشار أنه يتم قبول جميع الطلاب الناجحين تمام كده في الشهادة الاعدادية والراغبين للالتحاق بنظام الخدمات للتعليم الفن التجاري خدمات من 140 درجة بإدارة شرم الشيخ التعليمية مضيفا أنه يتم التنسيق تنسيق الطلاب الحاصلين على الشهادة الاعدادية داخل الإدارة التعليمية التابعة لها ولا يجوز الالتحاق بالصف الأول الثانوي بإدارة أخرى تمام يا شباب احنا كده اتكلمنا في الفيديو ده عن التلات محافظات اللي تنسيقاتهم مختلفة عن بعض اللي زاد واللي قاله واللي فضل زي ما هو طبعا يا شباب ناس هتقول يا مستر طبقية المحافظات أخبرها ايه ان شاء الله يا شباب خلال الساعة القليلة القادمة ان شاء الله الباقي هيظهر في ناس أو في محافظات يعني على العادة انها بتأخر التنسيق بتاعها شوية مفيش مشكلة ولكن كله ان شاء الله في المتناول وان شاء الله بأمر الله كله هيقدر يقدم وفيه خلال الساعات القليلة القادمة ان شاء الله هتكون كل المحافظات نزلت التنسيق بتاعها سواء ثانوي عام أو ثانوي فني ربنا وفقك يا شباب وكل واحد ينقول اللي يتمنى عجبك الفيديو الطويل ده يعني شرفني بالاشتراك ودوس لايك وديني تعليق جميل ولو ما عجبك قلنا في التعليق السبب ايه وما تنساش جروب الفيس وجروب التليجرام كان معكم استر احمد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته